ايكو تولك شوية لانو مش كل شي مربوط بقانون المالية على عكس ما يتصوروا العديد لكن نقعد ديما في نفس التحديات تقريبا مستويات تضخم عليا مستويات بطالة عليا مستويات دين عليا ايضا وهذا علشان هو بش نحكيه اليوم معك معز مبدئيا الساعة كيفاش شفت خروجنا من سنة 2023 من حيث الدين بشكل عام ودخونا لسنة 2024 عن من وانه فم برشة حديث حول انه 2024 هي سنة خاصة جدا من نوحة وديما نفس الرقم يا رجع نحكيه على عشر مليارات وسبعمائة مليون من دينارات اللي منعرفوش بالكل نين بش نشيبوها صحيح افكار كلها عندك الحق اللي قلته معناها تقريبا المتابعين اليوم شأن الاقتصادي يتسائلوا معناها عديد الاسألة خاصة فيما يخص الموارد الميزانية موارد ميزانية الدولة وميزانية الدولة تأثر على نساق الاقتصادي خطر ما يلزم نعرفه اللي حجم ميزانية الدولة اللي هو اليوم في حدود 88 مليار بالنسبة الى معناتها الناتج الداخلي الخام اللي تقريبا مؤمل بشكونه في حدود 162-165 يعني تقريبا اكثر من نصف هذا يعتبر معناتها ميزانية كبيرة وعندها تأثير على نساق الاقتصادي المشكل هو صحيح على ان كنتبعوا الاحصائيات فيما يخص المديونية خطر احنا ديما الاقتصاديين يقول لك المشكلة ما هوش في الدين في حد ذاته ما هوش مشكلة في المونطان المشكلة في ديمو متدين لا ستونابليته دولادات ولا ستونابليته دولادات فما معناها النجم قوله شروط فنية زيما تتوفر باش النجم قوله لا ستونابليته دولادات اليوم اعنا في تونس السؤال حتى حد ما نجم يجاو بالي لانه ما نجمش حتى واحد يتطفل ويقول او يلتو ازاعد ويقول وصلنا الى لا ستونابليته ولا نانس هذا ماذا بيه نوضع معناها كنقوله مثلا حتى كنحكيوا على شروط الفنية برشة ناسي حكيوا على نسبة الفايدة الي احنا نتسلفوا بها نسبة الفايدة معناتها مش ريال معناتها معناتها نسبة الفايدة النقدية ونقارنوها بنسبة النمو هنا نجم نقوله الي تقريبا بيسكو نسبة النمو كذلك بالاسعار الجارية هي متدنية وقد في بعض الحالات نتسلفوا احنا بنسبة فايدة اكثر ارتفاع لكن مهوش على اللي نتسلفوا به كل فما معناها ما بالغ نتسلفوها بنسب بنسب فايدة معقولة متتجاوز سنين ثلاثة في المية اذا كانت بالعملة الصعبة وهي في حدود نعم قلت سنين ثلاثة في المية بالعملة الصعبة وهي في حدود تسعة خمسة وسبعين عشرة في المية ماذا كان على الدينار يعني الداخل وقت لا انتي قلت نسبة التضخم راهو فما قانون في الاقتصاد اللي نسبة التضخم في حد ذاتها هي ماذا بينا يكون اقتصاديا ما نجموش نختلفوا في مبدأ اللي من المستحسن انه كن احنا عنا السيطرة على التضخم واحنا في تونس او مارج دو سان حنجمو قلت من شهر فيفري تلاثة عشرين الى نهاية سنة تلفين وثلاثة عشرين دخلنا نجمو قولو فنيا في فترة متاع سكون ابل تراجع نسق ارتفاع الاسعار ما هيش ما هيش تدني مش مش معناها لكن قعدنا في مستوى مرتفع الاشياء المهم عندها تسعة فاصلين في المية معدل تلاثة عشرين مش نفاصل جزء للناس مع انتك تقول هاكا مش تكون صورة واضحة وما نحكيه مش خد نعرف تكون تصويرها مقلوبة تفهم ما ناش نحكيه على تراجع مستوى التضخم تراجع النسق يعني في بقعة تنحكيه مثلا على ارتفاع بسنين بالمية والي ارتفاع بواحد ونص بالمية نعطيك بكل دقة احنا كنا في جانفي ما احنا قلت لك منذ فيفري بدنا نتراجع وصلنا لجانفي دوميل وانتخو كانت لانفلاسيون ان دو شيفر مش معناها ان دو شيفر يعني فيها احد وعشرات يعني فوق العشرة في المية وبدنا من فيفري نحاول بان جتنا فترة في اوت ونبعد قعدنا حتيش لنهاية السنة تقريبا احنا وصلنا الى في حدود ثمانية ثنين في المية ثمانية فاصلين في المية نسبة تضخم بالانزلاق السنوي في شهر ديسمبر به هذي عليش اين ارجعت خذ رايزة نجم نقول لك راهو عنده ايجابيات معناه جي حاجة غريبة كاللنس بتبع انا دوري مش بش نقول لكم كل شي تنتظروا فيه دوري كاستاذ في الاقتصاد رايزة نسبة التضخم هي بتبعتها تأثرها على نسبة الفايدة معناه اذا كان انتي نسبة الفايدة تونس اليوم تتسلف بتسعة خمس سبعين في المية على السوق الداخلية كنشوفوا مثلا القرض الرقعي القرض اللي صارت معناها وكون نسبة التضخم هي تفوت ثمانية في المية يعني احنا نتسلفوا بان سوسانة كنز بوخصان معناها هذي رايزة مش معناها اللي انا جو معنا نحب في التوازنات الكبرى باش نتمنوا بعد ساعات نسمعوا بالارقام ونخافوا مثلا هاو نسبة الدين موضوعنا وصله هو في نهاية الفين وثلاثة عشرين الى حدود مية واربعة وعشرين الف وخمسة وثمانية وستين مليون دينار حسب ارقام وزارة المالية وكم يمثل هذي من ناتش داخل الخار هذي مثل في حدود ستة وسبعين فاصل سبعة نحكو على من بين زاد الشروط هنا نوصله لسه اذا ما قدش بيته ستين تسعين في المياه كذا وكذا بالنسبة لتصنيف الاقتصاد التونسي اللي كونه هو اقتصاد ما هو شي متطور يعني اقتصاد نامي النظرية الاقتصادية تقول لك الاقتصادات النامية تحتاج الى الديو معناتها ما فيش كلام هي بيش تمول الاستثمار ثم بعد نرجع لك الحالة متى تونس خليناه هذا ينيقش معتها خطر تونس هل هي تمول في الاستثمار نعم نعم انا شو نقول لك ثمانية وعشرين الف مليار اللي بيش نتسالفوهم في ثانية عشرين اربع وعشرين مهماش لي تمويل الاجور هذي كذلك شعبه ويم ذا بينا نتخلصوا منها انفا بوغتوت اتنقول لك مهم جدا بربي فكرني خطر بيش بيش نوضحوا احنا كي قلت لك اللذرية الاقتصادية تقول في النسبة للتصنيف الدول اللي كي ما تونس اليوم اللي سي انتخ 60 اكتر 20% طوو شفت كي ما نحكيو على الديمومة معانتا اذا كان احنا ما بين 60 و 90% نجم يكون نسبة الدين ما تأثرش على نسبة النموم تينا معانتا احنا اليوم مشكلتنا ما هيش الدين دون قل لك مشكلتنا وين پوتنسيالما اي كنكرتما اللي موجود اليوم الديون اللي قاعدين نعملوا فيها نجموا نشكروا الديون اللي خلتنا نجموا نواصلوا في كونها بلادنا ما مصير هاشي تعثر في سداد الدي بس سؤالك المهم قلت لك نحب نرجع لك احنا 28000 ما قلت لك احنا تقريبا مش نتصرف 28 مليار و 780 مليار جنار بتحديد سنة 2014 اللي هو سنة غوكوخ خلينا نفرح اللي هو سنة غوكوخ ونجم نقول لك غوكوخ ومعناها يوصل الى انساء كما هكيا ولكن سداد الدين اشو نقوله خدمة الدين خدمة الدين وليه تتمثل 32% من ميزانية الدولة بعد هجي الاجور 30% معتا انا كي قلت لك اليوم في تونس احنا نتسلف ومشنا للاجور همش قل لك عليش الخطر وقت لها تاخذ كي ما قلت معناها بش نقترضه 28000 عندي الرقم بالضبط تجوز تخليني تتوى نقول لك كي ما قلت منهم خارجية 16400 وداخلية مش الباقي مش يصير على السوق الداخلية الثنينة معناها كي نشوفه نحنا ايش مش نصرفه فين مش نصرفهم خدمة الدين فيها الاصل والفاقض معناها في الميزانية هكا 28000 دونس شوف قديش منهم بش يمشيوا الى سداد اصل الدين تعرف سداد اصل الدين شمعناها معناها احب ما تخلصوش نجم تاخو قرار ما تخلصوش اذاك موضوع وقتها نقول لك انسى النمو حتى واحد في المية تنسيها لو انه تم طرحه في سنوات السابقة في اللي يمكن تقريبا سبعة سنين اللي فات وتجبد الموضوع هذي وتعليق سداد الديون لفترة معينة الى ان تتنفس البلاد قليلا شوف هذي معناها راهو عنده غوابط وهذي ما ويش من يجمش يصير ركاكة معناها بطريقة نجم اقوله اقتراح معناها يظهر لي فكرة وكذا نجم الافكار مش مشكلة معناها انسان يزم يكون خلاق بطبعه اما في المواقع الاقتصاد عنده معناها ويمس وعنده قوانينه دونك انا كنقوله سمانتاش نالف وثلاثة وستين مليون دينار هذو كمشين الاصل الدي والفائض هو ستة الاف وثمانية وثمانية وثلاثين كنا جمعهم يجيو اربعة وشرين الف وتسعمية واحد دونك مش قلنا نحن هذو ما فينا وثلاثين في المية من الميزانية ايش قعدلنا نحن قعدلنا بالنسبة للي بيش نتسلفه تلاثة الاف وسبعمية وثمانية وثلاثين هذو ما بشو دخلو في الميزانية معناها احنا بش سلفوا ثمانية وعشرين الف بش نخلص اصل الدي ودين ونفضله ثلاثة الاف وسبعمية ثلاثة الاف وسبعمية ذو ما هي تناخذوا نحن نفقات الاستثمار قديش في تونس بطبيعة نفقات الاستثمار هي في حد في ذهني انا هي الحقيقة ضعيفة شوية مضبية لو كان تكثر لكن اللي قعدوا ما ينجموش مولوا حتى نفقات الاستثمار معناها خمسة ومتين واربعة وسبعين نفقات الاستثمار يعني احنا نعمل وفي مجهود باش مول نفقات الاستثمار الف وسبعمية ليه حاجة تعيسة جدا هو رقم ياسر سيء معناها مش نكون واضحي مثاليش خطر نعرف اللي فما ناس دو تحب تتكلم يغليو يمكن نورا الراديو اللي تقول فيه منطقي لأنك قعد تقول بالضبط في الارقام ويماشي بالضبط هذا علمي ولكن زيدا يظل لعنا الحق اليوم لسائل أن يتسائل وللشعب التونسي أن يتسائل عنده الحق لأنه فالاخر فلوسه هذا يا زيدا انه في نهاية المطاف زيدا يقول لك بيه هذا كسداد داين صحيح ولكن هل مصيرنا وقدرنا انه ما نعرفوش نتصرفه فما شكون اليوم يعتبر انه هذا فما مشكلة في التصرف في أموال الدولة معنتها اليوم كان ممكن فعل أفضل بكثير كان بالإمكان أفضل مما كان يعني اليوم الجزء اللي كنت تحكي فيه على التقسيم بين سداد أصل الدين والفوائض والأجور من بعض دي صحيح ولكن اليوم نتخلنا في نسائل 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 لسداد الديون صحيح ولكن زيدا اليوم دور الدولة ودور القادة والمسيرين والحكومات انها تخلق منهاج جديد لحل الإشكال هذية مش نواصلوا فيه بشكل وكأنوى هذيك هو الواقع نتعلم رازم أن نتحمله أنا متفق معك لكن التصرف في الشأن الكورتيرم شيء معتا اليوم احنا في تونس أنا متفق معك لكن أنا ما نكيفهش مشكلة التصرف في الكورتيرم الكورتيرم خاطر عليك عنا مشكلة في كون الخيارات اللي احنا كارنا فكرنا فيهم نفكروا فيهم دائما موش خاطر احنا يزمنا نعملوا إصلاحات او يزمنا نعملوا اتفاق مع يزمنا نعملوا إصلاحات تونس تحتاج إلى إصلاحات عميقة وهنا إذا كانوا صلنا احنا اليوم اكوخ تغم ايون سيطويسون اكابلان سيفري على خاطر احنا ما خلقناش محركات النمو هو اليوم الأم القضايا في تونس هي أننا عنا نمو معتل نفسر لك بشوية اليوم الدولة الموارد الذاتية متاعها شوف معناها قديش الميزانية هذي كانتها سبعة وسبعين الف وثمانية مية وكذي بايش قاعدت مول فيها اعتيت لوتونومي قديش لوتود اوتونومي 62.7 يعني نسبة ضعيفة ضعيفة جدا خاطر إذا كان تيح تحت الخمسة وسبعين يودي تولي لك لنو توندا لار متشع لو خنفكروا حاج اخر لالفين وثلاثة 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 كانت أفضل شوية اللي أنا احنا عليش احنا في تونس حمد الله كملنا عام تلاثة موجود ها نقول لك الخاطر هذي كي نحكي واخو اختار معنا ترى وعنا اشكالات كبيرة وعنا مخاطر معنا هي هي هذي ميزانية عليش عملنا قانون مالية تعديلي تلاثة وعشرين لأنه ما سطرنا في بداية تلاثة وعشرين ما وصلنا لوش وش نو اللي ما وصلنا لوش أهم مشكل هو اللي ربحنهم المحروقات لون مانا نسيوهش ولي ربحنهم من لبخودو اليمانتر دباس تعرف لمارشي دو سيريال انا جميع اتي اوسي كليم ك 2023 معنا لأمور فين اعنا تبلوكينا في نسبة النمو يعني نسبة عش قلت لك عنا مشكل من تيعنا لدخل مثلا الحرب اوكرانية الاوكرانية اوكرانية نسيوه بخاطر هي عمل لي مش صحيح عنا عمر ما اثرت علينا صحيح في مارس افريل 2022 مش 2023 صار ان شوك ومبعد الامور احسن من اللي نحبوه اخاتر شنو اللي ربحنا زيدا ربحنا اللي الفوسفات اللي احنا مش نقعد دين ننجو فيه اتون قل لك 24 خاطر احنا واحد فاصل تسعة بش نعمل النمو 24 حس هي الواحد فاصل تسعة تارفش كونش يجيبو ايا ما بش يجيبو الفوسفات ولا بش ننتكسو لانو بش نعطيك شوية كيسة بقو ناس في المناجم فوسفات يزينا نعملو عشرين في المية هذي احصائيات بربي خلنذكر يعني اليوم تسعة اربعة وشرين عايش قلت لك ان شاء الله تقعد البيزاج انترنسيونال شنو اش نحبو كملتلكش زيت الزيتونة معنا اليوم في الفين وثلاثة وشرين بداية اربعة وشرين معناها الانتاج متاعنا الاهم هو اللي نجم مصدروه على مستوى الفلاح على مستوى زيت الزيتونة يعني اسعار ممتازة جدا بالنسبة للبيزاج انترنسيونال تعرف بين تونس وروسيا تطوروا في 23 في العشرة اشهر الوالة معناها خطر ما ما اكملتش لاثناشن شهر في العشرة اشهر الوالة متاع 23 ب 87 في المية معنا معنا مش مشكلة مع اوكرانيا تطورنا ب25 في المية ولو انو انا قديمي الغيكول صغالي اصغالي 23 تراجعت بشكل كبير معنا اكثر من 60 بالمية من الكميات المجمعة معنا بشكل شو احنا هو بالنسبة للسابة اما تراجع تفيف حسب مرصد معنا مش متاع 60 في المية حسب المرصد متاع الفلاحة هو حتى وصل العملي فات اصلاع الاسابة متاعنا هي ما وصلتش ما توصلش مع 22 لكن ما نجم في حدود 80 في المية من اللي عنا سنة 23 لكن اذا كين الضعف معنا السعر الضعف في 3 شو رايك معنا السعر يقول يفو 3 مع ساعات انتي تربح مش كين من الفي quantité يعني الفي prix donc الفي prix اللي ام port هنا sur الفي quantité و ان شاء الله سيزان تتع لاريكول تتواصل كم يفو وان شاء الله تونس تعمل دي performance لكن انا قلت لك فما مخاطر كبرى معنا مشاكل كبيرة وعليش قلت لك اذا كين الدين اللي احنا اقتصاديا نحب قل لك اذا كين احنا نتسلف باش نسد الدين متاعنا وما يصرناش تعثر في السداد بان ستان بوان بوزيتيف كل نسوليني كل نسوليني لكن ها عاليش هنا نقول لك هو لا ميجيش ها عاليش بشي قل لك فما شوي امل لانه 24 هي نحنا من 2019 مخرجناش على السوق العالمية باش نرفع معناتها تدايل مخرجناش خاتر من نجموش مش معنا من نجموش لكلية التصنيف السيادي تحطك باش معاش تنجم تحلم تخرج تتسلف خطر اذا كان يفوت لك نسبة ما دايموم تدايل اذا كان تلقى روحك بالريسك معناتها تزيد تلقى روحك تتسلف في حدود 13 معنا انتحارية عملي احنا نرجع للفكرة اذا كان انت بالظروف هذية تواصل في التزاماتك بسداد الديون خاصة على المستوى الخارج في الفترة 23 24 عنا برشة ديون باش توصل للماتوريتين تاح خط لك لانو 2019 مثلا عنا 2025 ديون مش توصل للماتوريتين تاح معاش بش نسدوها 2027 فما ديون شوصل الماتوريتين تاح اذا كان احنا احنا نواصل في التزامات دونك فما ديون مش تنقص كم ينكوخ فما معناها الماكس هو بش يكون 24 لكن parallيلمان ماركت لك هو سيپ المانتور كم سو كم هو النسب قدش احنا دون ذيك من ناتج داخل الخار اذا كان مش نقعد كما هك ولا ناري من او مانج مش نختلف اذا كان مش نقعد نعم لو في نسب نمو متاع نوصل الواحد في المية ولا ما نوصل اذا للماتوريتين اذا اليوم لرجence اولا que tous les tunisiens croient que le pays مهوش في بلوكاج c'est très important ثنين que toutes les forces vivantes كل القوة الحية في تونس تعمل على ان نستغل الثروات متاعنا خط لك خاطر البيلان تاو في تونس خاطر اهم قول لك مثلا الفوسفات الفوسفات في عام الفين و ثلاثة وعشرين كمل العام معناتها معناها كنشوفوا سمعني عندي الرقم بالضبط المناجم يعني المناجم معناها في الفوسفات كنعملوا إلا ثنين فاصل ثلاثة في المية شو متحب تعمل شو شو متحب تخلقها النموم لي مش تخلق النموم مش تخلقوا من القطاعات هو احنا كنعكي كيف نخلقوا الثروة يخي ها كي نقول يا ثروة يجي مجيش يلزم نقدم يجب نعرف اللي راهو الفوسفات والمناجم هو تقريبا كنقول المناجم سي الفوسفات يجبنا 24 نعملوا 20% دو 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 معنا هذي ضروري بيش نوصلوا لل 1.9% بلعكس اذا كان انا في معناها في سيطواص معناها قاعد ننحدر ل la possibilité د ربان ال بك بك بل فاصل معنا عالمستوي اللي نهاية 23 معنا احنا نهاية 23 كما نقول غبطنا في من حدر اليوم اذا كان انا نحب نركز عايش هو مهم اللي كنا نخسرو فيه قبل كان يتكلف لنا واحد على ثلاثة اللي بيش نخسروه تو معنا اليوم الفوسفات خوافوها لكو خليش الانترنشنال متاع عميل تالي لازم نركز على القطاعات المهم مثلا 23 عملنا في قطاع السياح و عملنا 10% في السياح يكفي ان نعمل ثلاثة في المئة فقط شوفت معنا السياح اللي انطلق نبع عشرة ايجابي اليوم كنعمل ثلاثة رهو باهي اما كننطلق من الا سلبي لازم نركز عن ونختم في القطاعات ختم مهم جدا خاطر نحبش نحبش على العموميات القطاعات الحساسة كما الفلاحة فكرني بعد نحكي 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 على الفلاحة على بعض النار هو انا جس سؤال اللي يطرح نفسه على خاطر وقتل نحكي على تونس وهذا اللي قاعدين نحكي فيه توا تلتاش نسنة من الفين وحدش وحنا نحكي جيت الفرصة للانتعاش الاقتصادي جيت الفرصة للاصلاح جيت الفرصة لإعادة الهايكلة للرقمنة لإدماج القطاع الموازي جيت الفرصة لتشريك الشباب والأفكار الناج أو غيره هذا الكل حكينا فيه مطولا كس كي فا فغنه في الفين واربعة وعشرين الأمور ستتحسن وسيتم تفعيل كل ما قلت يعني وقتلي نحكيه على الفوسفات الفوسفات قلنا أنه يلزم على خاطر المتاريال الكل يلزم يتعاود على خاطر الكلفة والليت اليوم متاع الانتاج غالية برش بيس كل المتاريال ما يجاوب دونك اليوم إذا كنت نحكيه على الفلاحة كيف كيف نحكيه على ونحكيه على معناتها يلزم نستوردوهم وليهما لكل فانتاحهم غالية وقتلي نحكيه على يعني فينا المو اليوم هذا الكل مربوط بشكون يعطينا الصح إذا كنت فقل ونقول فرصة والفرصة جايت مرة وثنين وثلاثة في الفين ورواع عشرين بعض الأخبار خطر امير شو تخط قد من الأخبار بعد الأخبار شنجر الأسباب وشنو اللي نجم يخلي الواقع يتغير كما كان تقول مانا الفين ورواع عشرين شو مش تبدل حتى لكان خطر قبيلك وصفك ممتاز للكوغب معانت لي صحيح فما فترة يمكن مش تكون نوعا ما فما ممكن يستخدم الفرص ولكن ما قمنا ش باستخدار الفرص هذه سابقا شو مش تبدل وقعدوا معنا رجعين بعد الأخبار